سلام أنا رون مقطع جديد وقصة جديدة صلوا عن نبي يلا نبدأ تقول صاحبة القصة اسمي سارة وعمري عشرين سنة من سنتين ونص أهلي كلهم توفوا بحادث سيارة وبقيت أنا الوحدي لأني ما كنت معاهم في المشوار اللي خرجوا له كانوا رايحين زيارة لخالتي في المستشفى لكن صار لهم حادث في الطريق وتوفوا كلهم الله يرحمهم أمي وأبويا وأختي وثلاثة من أخواني أهجت أهجت بعد ما توفوا أهلي الكل صار يتهرب من المسؤولية اضطرت جدتي أنها ترجع لبيتها القديم وتأخذني معاها ومن بعدها صار عماتي وعماني لما نجتمعون عن جدتي أكون أنا الخدامة لهم أطبخ وأنظف وأسوي القهوة ولا واحدة من بناتهم تجي وتساعدني من يوم ما جيت وعشت عن جدتي فعلا كأني العاملة المنزلية جدتي كانت تخاصمهم عشان يساعدوني وهم يرجعون علي ويخاصموني يحسبوني أنا اللي قاعدة أعبي راس جدتي بالكلام طبعا يسبوني يشتمون أهلي اللي توفوا وأنا ما أتحمل على طوط لقوني أبكي وأنا واقف أغسل الموعين أو قاعدة أشتغل أو أطبخ وهم رايحين جايين أنواع السب والشتم والتنمر طبعا للمعلومية كلهم عندهم عاملات منزليات لأن في مرة لما نجابوهم وجو العاملات رحموني وساعدوني أصحابهم لعن وخير خيرهم تخرجت من الثانوية وكنت الأولى على المنطقة اللي أنا فيها وجاتني منحة دراسية من الحكومة أني أكمل دراستي برة لكن أعمامي رفضوا وبه ذلوني أنت تبغين تفضحينا؟ أنت تبغين تسودين وجيهنا؟ ما عندنا بنا تدرسون برة لوحدهم؟ كيت على سجاتي هذه الليلة من كل قلبي أدعي أن ربي يعوضني خير رحت وبلغت البعثة أني أنا ما أقدر أسافر ولا رح أقدر أطلع وأكمل دراستي برة قال المسؤول خلاص تقدري تدرسي على حساب الدولة في أي جامعة تبغينها وأنتي لكي حرية الاختيار فأخترت جامعة معروفة وتخصصت في الهندسة المعمارية طبعا عصبوا أعمامي وزعلوا مني وقالوا بتفشلينها تشتغلين مع العمال وبين الرجال في الشمس لكني أصريت على التخصص وما أهتميت الكلامهم يكفي البعثة اللي راحت عليها بسببهم كمل دراستي وسحبت عليهم وللمعلومية من و... لا وللمعلومية من يوم ما توفوا... لا للمعلومية من يوم ما توفوا أهلي أعمامي ما حطوا في يدي ريال واحد ما قد قراروا لي ناكسك شيء ما قد مرة اشتروا لي لبس عيد أو شافوا إذا في شيء ناكسني أو إذا تعبانا يودوني المستشفى ما سبوا ولا شيء يجيبون الخداماتهم ملابس جديدة وأشياء ويعطوني أنا فضلة الخدم متخيلين يتجمعون في العيد ببيت جدتي جمعات وسهرات وما أقدر أحضرها لأني ببساطة ما عندي لبس متخيلين تخيلوا أني ما أقدر أروح لا سوق لا صيدلية حتى أدوات النظافة والأدوات الشخصية ما عندي لأنهم ما يسمحوا لي ثلاثة سنوات ما قد أفطرت في الجامعة أروح وأرجع وأنا جوعانا كان حلم حياتي أشرب قهوة في الجامعة كذا زي باقي البنات صرت أقول لصحباتي أني أنا أفطر في البيت وما أقدر أكل معهم لأني تعبانا أقول كذا عشان ما يشفقون علي في يوم الأيام تعبت جدتي أطاحت علينا صاروا يصرخون علي ويقولون أنها تعبت من همك وبسببك ليتك ميتة مع أهلك تدرون مصروفي بالشهر خمسين ريال بس الخمسين هذه تديني إياها جدتي من الضمان حقها ويا دوبك الخمسين هذه أفعل فيها نت بجوالي عشان للجامعة الغريب أن أمي وأبوي عمرهم ما ضرهم بشي أمي الله يرحمها اهتمت بزوجات أعمامي كلهم في ولاداتهم كانت تهتم فيهم وبأطفالهم فطور غدا عشا يوصل للي تولد أمي تسوي بالكامل هذا غير القهوة والحلاء وغير الضيافة والاستقبال عجز تفهم ليش هذه المعاملة أنا ما أخترتني أكون يتيمة الموقف اللي كسرني جد زوجة عمي أمس قالت الله يعيننا عليك يختروحي الخوالك وإذا رفضوا تعالي عندي اشتغلي تعالي نظف البيت وعطيك راتب في الشهر ثلاثمية إيهانة مو طبيعية أنا هنا أنهرت وأنفجرت فيها وسمعوني أعمامي قامت هي تبكي وتقول تهجمت علي والمشكلة هي اللي سحبت شعري وضربتني لمن أنفجرت فيها خوالي أكثر من مرة يحاولون يأخذوني لكن جدتي كانت ترفض وتحلف أن ما أحد يربيني غيرها واكتشفت أن خوالي يرسلوا لي مصروف لكن أعمامي يأخذون مصروفي بالكامل كل شهر ومقسمين وبينهم صحباتي لاحظوا وضعي وصاروا يعطوني من ملابسهم كأنها هدايا اضطريت أوافق مع أني عارفة أن اللبس مستخدم لكن أحتاج ألبس شي مرتب على الأقل في الجامعة ومع كذا أحيانا أخرج ملابسي من الغسالة ألقاها معدومة وألوانها ضربت ببعض وعرف أنهم حطوا عليها كلوريكس عشان يعدمونها ومواقف كثير ولليوم أعاني من الألم هذا الله يجبر قلبي ويتولاني برحمته والله لو يبقى بينهم وبين الجنة ذنبي أني ما أسامحهم للي تحت يده يتيم أتق الله فيه حرقة اليتيم عذابة عظيم عند الله وللي أهليهم طيبين احمدوا ربي على نعمة الأهل وحسوا بوجودهم ما تعرفوا القدر إيش مخبي لكم انتهت القصة الرأي الشخصي شوفي يا قلبي حسبي الله عليهم يقهرون يقهرون شوفي 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 انتي جامعة توقع خلاص عدة السن القانونية 21 سنة انتهينا كلمي أخوالك أماما خليهم يحولون فلوس على صرافتك طلع صرافة بعدن ليه ليه باقي مع جدتك اطلع يروح ينتخوالك تعالي فنراتب التقاعد يحق أبوك شوفي إش لك وإش اللي عليك لا تسكتي لهم يا شخي قولي لأخوالك كل شيء خليهم يوقفون معك شوفي محامي تصرفي المعاملة والهانة هذه ما تسكتين عليها أكثر من كذا بعدن جدتك تبغت إشعة ربي فيك خلاص كبرتي يا ماما انتي روح يشوفي حياتك وانتي مجبورة تتحملين هذا كله ولا عاجبهم الوضع عشانك في بيت جدتك قاعدة تخدمينهم لا تسكتين كلمي أخوالك واطلعي خليهم يشوفو لك حل وإن شاء الله كمان أخوالك يكونون كويسين مدام انهم يرسلو لك مصروف فلا شكل فيهم خير لا تسكتين علي نفسك مو من حقهم أعمامك ياخذونك انتي مو صغيرة ليش الناس يحس بالله عليهم يعني ما فكروا في يوم من الأيام لو كانت واحدة من بناتهم محلك اش كان سووا الله ليسامحهم أعمامها أتمنوا انكم تتابعوني ترى يمكن يوم من الأيام بنتك تكون محلها يمكن يجي يوم انت تسلم اللوح وتودع الملاعب وبنتك يصير فيها زي ما صاير في بنت أخوك وهذه الحيوانة اللي تقول تعالي اشتغلي عندي في البقش اش خير احسن انك فصلت عليها مرة ثانية يكفن شوفي حبيبي هما قدهم بيهزؤونك بيهزؤونك العني خير خيرها اش الناس ذي ياعب تصرفي كلمي خوالك كلمي خوالك يارب يكون فيهم الخير وبس الهينيك وصلنا نهاية فيديو اليوم اذا عجبكم المقطع لا تنسوا تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناة موقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن كان معاكم رون سلام اشتركوا في القناة